الطلب في العديد من ولاية الوطن يرفضون قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتقديم عطلة الربيعة وينظمون وقفات ومسيرات سلمية احتجاجية أولا نستنكر القرار الوزاري المتخذ من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو قرار ارتجالي لا مسؤول لا يخدم أبدا مصلحة الطالب الجزائري خاصة نحن كطلبة في الطب المبرمجون على امتحانات الأسبوع المقبل انفرساً يجب عليها الأنظر ليس تقوم بحقوك وإشتماع وفقوك يبدو بحقوك كثيراً تقوم بحقوك كثيراً اليوم نسمعنا للمزارة التعليم الزاري المترجم الثاني والفيديو الوزارة واليوم قلتنا جميعاً ومت forفعنا للمعرفة الأسترداء وقالنا باللك للسؤول للمعرفة الأسترداء والطلبات ونا نفهمنا بلا كمنا مختلف نقابة الأساتذة والطلبة رفضت قرار تقديم عطلة الربيعة ورأوا فيه استفزازا جديدا للأسرة الجامعية فطالب الجزائر اليوم أصبح أوعى وأنضج من ذي قبل وهو مستعد لأن يكون طرف فاعل في المجتمع المدني وكذلك مناضل فعال في الحراك السياسي سننظم أنفسنا أكثر من ذي قبل وسنشارك أكثر من ذي قبل رد الطلبة على قرار وزير التعليم العالي لم يتأخر كثيرا فإلى جانب المسيرات السلمية التي رفعت شعارات مختلفة اختار هؤلاء بالاتفاق مع أساتذتهم الالتحاق بمقاعد الدراسة